أنا دايما رسالتي للإخوة والأخوات العابرين وكلمة عابرين خلييني برضه أوضحها علشان محدش يفهمها غلط نحن جميعنا عابرون أحنا عبرنا من المسيحية الإسمية لأننا احنا تولدنا في عائليات مسيحية عبرنا إلى شخص الرب يسوع حينما قبلناه بالإيمان في قلوبنا واخواتنا وأخواتنا مسلمين اللي بيعبروا من خلفية إسلامية بيعبروا لنفس الشخص الرب يسوع وهو أيضا ونحن جميعا رعية واحدة وراعين واحد بشوف أنه العابرين بيجوا باكيج كبيرة بشيلة كبيرة فيها مثلا الحلفان يعني الحلفان ده عبارة عن زي ما بيقول في مصر اللي بانا في فمه نحن بالنسبة أن الحلفان هو عدم احترام الله بالضبط كده بعشا كده بيقول ما تحلف أنت بتحلف ليه ليه يكون كلامك نعم نعم لا لا بتكذب ليه ما تكذبش بتزني الزنا غير قاصر على الزنا الحرفية الحرفية الفعل وهكذا فدي التعليم الراقية وأخلاقيات المسيحية الراقية أحب قريبك النموس موسى بقوله عين بعين وسن بسن حب قريبك وابغض عدوك الرب يسوع قال لا أحب أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل كل الذين يسوئون إليكم ويتطهيدون لكم طب السؤال اللي انت قلته يا خنزار إزاي أنا أعمل كده ما أقدرش أنا ما أقدرش لو لا تمكين روح الله القدوس في داخلي أنا لا أقدر أسامح ولا أقدر أمتنع عن الغضب أو الانتقام أو كل هذه الردود الأفعال التي تتعارض معك عمل إلهي عميق في كيان الإنسان اللي بشددني وبمكنني إنه أسلك مثل أو كمثالك يسوع ده صحيح عشان كده الرب يسوع كان هدفه إنه تجديد القلب أحنا نتكلم على تجديد الزهن نعم والتركيز المتجدد ده في متى ستة برضو بنكمل في الوصائل العش لما بيتكلم عن إنه إزاي أرضي الآب السماوي إنه الهدف الأول والأخير إنه إرضاء الرب تعارف يا خنزار الحياة قبل الإيمان كانت بترتكز وتتمحور حول إرضاء الإنسان ونلاقي كده واضح في الفرسيين والكتبة الرب يسوع في الستة بيقول دول لما بيجوا يصلوا بيحبوا زوايا الشوارع أنا شفت صور على السوشيال ميديا كتير واحد عاوز يصلي راح جيز سجادة رفراشها على التاكسي بتاعه وفص الشارع واجف يصلي يعني أنت بتصلي لمن؟ أنت بتصلي علشان تبين للناس أنك تصلي الرب يسوع بيعلمني يقول وأنت ما تصليت أدخل مخدعك على فكرة كثيرون من العابرين كانوا بيستغربوا أنه أحنا كمؤمنين مسيحيين بنصلي وإحنا عملا لما شفناكم بتصلي إنتوا بتصلي وإحنا صلتنا أصل في الخفاء نحن نصلي في الخفاء لأبينا الذي سيجازينا علانية التصدق لما بيتكلم على الصدقة بستغرب كثير لما بيعملوا فاند ريزنج في التلفزيونات علشان مستشفيات ولا علشان حاجات والزكاة الجارية والكلام الزكي بتبص تلاقي ده بيزنس ده للأسف تعليم الرب يسوع الراقي أنه لازم اتزهني تجدد والإرضاء أولاً وخيراً هو إرضاء الرب وليس إرضاء الناس لا في صومنا بنخاف من الناس ونعلن نحن صايمين اللهم نصايم لما حد تكلمني اللهم نصايم وأبتدي يعني أوصل الرسالة أن أنا صايم طبعاً طبعاً هذه ضد أخلاقيات المسيح ضد أخلاقيات المسيح عشان كده أنا بصلي لكل الجيين للرب يسوع المؤمنين الجدد أنه التعليم الجديد مع تجديد القلب هو تجديد الزهن والتركيز على إرضاء الله وليس إرضاء الناس لأنني إن كنت بعض أردي الناس فلست عبداً للمسيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر